السلام عليكم شباب الله أعطيكم العافية معكم أسامة غزال هذا الدرس الخامس من سلسلة دروس فاست ريبورت في هذا الدرس بدنا نتناول موضوع الليبلز وطباعتها كيف نطبع الليبلز كيف نتحكم فيها كيف إذا كان عنا الفيلد حجمه صغير والداتا أكبر من حجم الفيلد كيف نسوي شفتينغ صح وخلينا نبدأ بداية بدنا نربط هاي عنا ريبورت جديد بدنا نربطه بداتا نعطيه البيو نعطيه أوكي بدنا نضيف باند اللي هو الماستر داتا وبدنا نربطه مع البيو بدنا نيجي نحط مثلا السبايسي هاي السبايسيز نمبر أوكي وهي الكاتيجوري وهي الكوبون نيم وهي السبايسيز نيم وهي اللينث بالسنتيميترز أوكي ونيجي نعطيه بريبيو لما عطينا بريبيو هاي طبعا لابل لابل تحت بعض ملاحظين طيب احنا مرات بيجينا فورمز بتكون هاي الفورمز عبارة عن صبحات ستيكرز مقسمة للايبلز بتكون اما ثري كولومز اما تو كولومز اما فور كولومز بتكون مقسمة للايبلز فاحنا بدنا نصير نطبع الليبلز هاي على هاي الاستيكرز حتى ما نضيع نصاحات زي هاي فاضية اه خلينا نشوف احنا هلا ده ويجينا سوينا بريم اه في الستايب هون البوتوم نشوف كيف حيطلع معنا حيطلع معنا ليبل ليبل اوكي طيب ايجينا بدنا نحطهم جنب بعض انه مثلا يبلش ليبل هون وليبل هون او ليبل 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 اكتر من ليبل طيب احنا ممكن اه نيجي نعطيه من هون من الفايل في البيج سيتنجز اوكي في عنا في ال other options في عنا columns number of columns مثلا واحد او تنين او تلاتة زي ما احنا بدنا خلينا نقول له خائت يعني 2 columns ونعطيه اوكي طبعا هو اعطاني لحاله تلقائيا انه الوث ثبعه تسعة ونوص تسعة ونوص سنتيليج لانه هو قسم الوث ثبعه الصفحة الوث ثبعه 21 سنتي لو شلنا مارج من هون ومارج من هون بصير تسعة عشر سنتي تسعة عشر تقسيم تنين بده يصير تقريبا تسعة ونوص بالزبط اوكي ونعطيه اوكي لاحظه كيف الوث ثبعه الماستر صغير اذا انتم لاحظين نيجي نسوي بريبيو لاحظه كيف اعطانا عشرين تلاتين اربع خمسين سبعين نزل 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 لغاية ما خلصت الصفحة قديش اخر شي كان مية اوكي نروح بكملنا على العمود التاني مية وعشرة مية وعشرين مية وثلاثين مية واربعين يعني لاحظه وبلش اعطى الاولوية من الشمال لتحت نزل خلص الصفحة طلع لفوق وكمل نزول كمان مرة بعدين وصلنا مية وسبعين بلش الصفحة التانية مية وتمانية مية وتسعين لغاية ما رجعت خلصت الصفحة ونفس الطريقة رجع على الصفحة على بداية الصفحة التانية وبلش ينزل نزول طيب لو احنا بدنا يبلش مش به الطريقة هاي بدنا يبلش من الشمال لليمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين وقتها بنسكر هذا الريبورت وبنروح على الفايل على البيج سيتنجز والأثر اوبشنز بنلغي موضوع النمبر كولومز ما بدنا اياه اوكي بنرجعه كولوم واحد زي ما كنا هيك بس بنروح الباند نفسه لاحظين الباند في عندكم كولومز في الكولومز بنحكي له اتنين او تلاتة وبدنا نعين له الكولوم ودث مثلا اه تسعة سنتي او تمانية سنتي ماشي يشوفوا كيف اعطانا مربع طيب هلا هو لزق الليبل بالليبل مرات بكون الليبلز بناتهم جاب سفراغات بين الليبل التاني ما بكونوا لازئين في بعض فمنيجي معطيه هون الكولوم جاب الكولوم جاب بيجي القياس تبعه طبعا بالسانتي وهو نفس الشي القياس تبعه بالسانتي طبعا انت بتقدر تختار وحدة القياس عندك في الريبورت زي ما حكينا في المرة الماضية احنا هون هلا عمنا قياس الصفحة اي فور او انش او كذا او كذا او كذا او لتر تمام بالنسبة لوحدات القياس ما بنختارها من هون بنختارها من view options بالview options هون احنا وقتها بنختار شو وحدة القياس سبعتنا سنتيمترز ولا انشز ولا بيكسلز زي ما حكينا باول درس للفاست ريبورت فانا هون عندي وحدة القياس سانتي فانا بدي مثلا احط بيناتهم سانتي او نص سانتي هاي point نص راح زحليه نص بدي احطه سانتي هاي زحلية بيناتهم بين الليبل و اللابل سانتي لو ايجينا هلا قلنا الى preview راح نلاقي انه بلش 20 بعدين 30 بالاول بلش معنى 20 30 50 لكن هون بلش 20 30 50 يعني بلش من top left بعدين top right بعدين البعده left بعدين right left right left right بالأول كان ينزل يخلص الصفحة يطلع يكمل العمود وهلوم مجرى لغاية ما يخلص التقرير معنا طيب هذي موضوع كتير سهل هيك معنا مشكلة فيه بس في مشاكل أخرى ممكن تواجهنا في مشاكل أخرى ممكن تواجهنا المشاكل الأخرى ممكن شو هي أنه أنا عندي هون خلينا نرجع له مثلا one column هلأ الباند عشان تكون الأمور معنا أوضح شوية وهون صفر وهون صفر وهون صفر انا في عندي هون هلأ من ضلله بالcontrol ها كابس كونترول على الكيبورد وبضلل في الماوس ها تضل كابس بزيحهم هيك أنا ممكن تواجهني أنه الفيلد هذا لاحظنا جاي كله على سطر واحد طب لو كان الوث ثبع التكست أقل من عدد الكلمات شو بده يصير طيب لو صغرنا إحنا هذا الفيلد لهالأد وصغرنا هذا الفيلد لهالأد ماشي وخلينا عشان نشوف إحنا الكتابة كيف حتصير خلينا حطوا لهم فريم بس حتى نفهم أكتر خلي الفريم هون الكلر تبعه مثلا لايم ماشي والتايب خلينا نقوله الطوب والبوتوم بس خلينا نقوله الطوب لايم الكلر تبعه مش لايم يكون تبعه مثلا فوشي عشان نفرق بين لازم نعطيه هون اللي هو الستريتش مود ذكرتوها إذن الستريتش مود نقوله ماكس هايت وهون الباند نقوله الستريتش مود ونعطيه بريبيو بدنا نلاحظ كيف صارت الكتابة على سطرين أوكي صارت الكتابة على سطرين واضحة طيب لما صارت الكتابة على سطرين سوى شفتينك بس ما أثر علينا ليش لأنه أنا عندي هذا الباند استريتشد وعندي كل فيلد في هدولي استريتشد وهذا سوى لحاله شفت مود أوتو يعني سوى شفت مود لحاله أولويز نزل تحتيهم بس أنا مش مشكلتي بهاي أنا مشكلتي لو كان في عندي هون هيدرز لهم أو عنوين لهم يعني لو أنا أجيزها مساكت هون قلت له هون سبيسيز نمبر سبيسيز نمبر ماشي وجينا حكينا له هون كمان واحدة وقلنا له هون كاتيجوري وعطينا كمان واحد هون وعطينا كمان واحد هون وعطينا كومون نيم وكمان واحد هون وقلنا له سبيسيز نيم وبعدين حطينا له آخر شي هون بالسنتي ميترز حتكون الأمور أوضح علينا شوي خلينا نضلل هدول نزيحهم شوي وخلينا نضلل هدولي ونخلي الف تبعهم كله زي بعض والوث تبعهم ثلاثة عشان يطلعوا كلهم من بينين وواضحين وحلوين أوكي وخلينا نسوي لهم الاستفاي صح أوكي وخلينا نسوي سيف وهي بيرفيو هلأ بدنا نلاحظ هون شو صار عنا صار عنا الكاتيجوري إجا صح والسبيسيز نمبر صح الكومون نيم ها الكومون نيم صار على سطرين طب السبيسيز نيم صار بمستوى فعليا السطر الثاني ما سوى شفت مع هاي تحتها واللينث صارت بجهة والخمسين صارت بجهة فصفة فيه عندي خلل في الريبورت مش هيطلع التقرير عندي صح لكن هون لأنهم على سطر واحد طلعهم زبطين لعظين اللينث جنب الستين والسبيسيز نيم جنب الاسم تباعها والكومون نيم جنب الاسم والكاتيجوري نفس جنب الاسم ولكن هون لأنه صابوا شفت وستريتش وهدي سوى شفت هدي ما سوى شفت معها وحنلاقي كتير أمثلة زي هيك نفس الطريقة هي هون لينث هون والتمانين تحت هاي خلينا نكبر شوي الريبورت عشان يبين معكم أكدر إذا مش هنبين ملاحظين أنتو شوفوا الخمسين وين واللينث وين وشوفوا السبيسيز نيم والسبيسيز نيم فعلياً وين العنوان تباعها ملاحظين أنتو كيف فصفة شفت غلط مشوح طيب إحنا حتى نحل هدي المشكلة شو بنا نعمل بنروح بنحط باند جديد اسمه تشايد نوع تشايد وهذا الباند بنروح بنحكيه له التشايد تبعه اللي هو التشايد وين اللي هو هذا تمام وخلينا نسوي شفت لها دولي لتحت هون تمام وهذا خلينا نكبره شوي وهذا نصغره هيك شوي وهون الفريم تبعه بدناش من البطم فريم بدنا الفريم يجي هون تحت فهاي في التشايد أوكي وخلينا نسوي بريفيو نشوف كيف لاحظوا شو صوالنا اشتغل صح مية بمين يعني الكمون نيم بمستواها والسبيس نيم صارت بنفس مستواها واللنت خمسين مع انه الفوقيها سوى نفس الطريقة بالسطرين اللي بعده هون هيا سطرين وهي سوى شفت معها فاذا احنا كأنه هذا اعملناه عبارة عن ابن او طفل لهذا الماستر داتا طيب لو انا عندي كمان هذا ممكن يسوي شفت معنا ايو صغير ونفس الطريقة ممكن يسوي شفت شو ممكن اعمل باعمل كمان تشايلد لاحظوا وباجي لهذا التشايلد بحكي له انه التشايلد التاني تبعه الهو التشايلد تو هذا اوكي واروح بنقول هذا هدولي بنقولهم هون ملاحظين شو سوينا احنا ونفس الطريقة بسوي الفريم تبع هذا عشان المنظر احنا الفريم انه البطم وهذا بنشايل الفريم تبعه يعني هذا ما له اهمية بس هو منظر عشان احنا يعرف وين نهاية الباند وهذا بنصغره على قده هيك اوكي وهذا الباند بنقوله ستريتشد الترو عشان يسوي ستريتشد للباند كله اوكي وهذا الستريتش مود وين الستريتش مود هاي ستريتش مود برضو هاي ماكس سايت وخلينا نقوله بريفيو كتير ممتاز لاحظوا هذا سطرين واللنت نزت مع الستين وهذا سطر واحد هذا سوى شفت هذا ما سوى شفت هو نفس الشي هاي سوى شفت لتنتين ستريتش وهذه الكمون نيم صارت بنفس المستوى وهذه بنفس المستوى واللنت بنفس المستوى فانا انا عملت هذا تشايلد لهذا وهذا تشايلد لهذا لكل الباند اوكي كملتهم في بعض فانا ما اختلف عندي فعليا لما سوى ستريتش ما خبص معي لاحظين ما خبص معي اشتغل كله مية بالمية صحيح تمام حتى انا اعرف صح ممكن انا اعمل لهذا فريم تاني حتى يبين معنا كيف نزل تحتهم كلهم فهيك انا عندي ما دخلت المعلومات في بعض طيب في عندي انا برضو موضوع تاني موضوع الشفت مود خلينا نلغي هذا نرجع هذا هون ونرجع هذا هون ونلغي هدولي كلهم بناشي ايهم وبناشي تشايلدات اوكي وخلينا نكبر هذا كمان مرة معلش بتكم تحملوني بس عشان ناخد كل الحالات اللي احنا ممكن نحتاجها اوكي انا هلا عندي بريبيو لاحظوا الخمسين قرد عم تعمل شفت عم تنزل تحتهم طيب ليش عم تعمل قرد شفت اول شي خلينا نحط له برضو هون فريم والتيب بوتوم والكالر طبعه يكون مثلا رد في عندي انا هون اشي اسمه شفت بالشفت مود محطوط هون always علشان هيك هو بروح بشوف الباند او الفيلد الفوقيها قديش سوى تستريتش فهو بروح بسوي شفت لحاله تحتيها لكن لو يجينا لهم don't shift وسوينا بريبيو لاحظوا كيف خشت الستين في الكلمة الفوقيها الخمسين صارت جوه الكلمة ما سوت shift لكن لانها هي shift mode always موجودة فمنسوي بريبيو فراحت سوت shift لتحت الستريتشات هذه سوت shift تلقائي لانها shift mode always سوت shift لتحت لانه هاي وهاي اوكي سووا ستريتش فحتى ما يدخلوا في بعض فراحت always نهاية تلقائيا نزلت لتحت وزي ما حكينا لما سوينا shift mode هون don't خشوا في بعض لاحظوا هون خشت اكتر لانه التنتين كبروا فخشت في نصر الثاني هاي خشت في الاخير في السطر الاخير فهمتوا ايش هو shift mode طيب لو قلنا هون shift mode win overlap شو الفرق بين win overlap وبين always ال always مجرد ما هاي سوى تستريتش رح يسوي على طول shift بغض النظر اداخلت فيها وما اداخلت فيها لكن win overlap انه اذا اداخلت فيها سوي shift ما اداخلت فيها ما اداخلت فيها ما سويت shift هلا ايمكن ما تبين معنا اه هون ممتاز ممتاز هلا هون لاحظوا الخمسين هادي سوى تستريتش ما داخلت مع هاي اوكي فهو سوى يعني اخذ مكانه لحاله سوى تستريتش لحاله لانها تداخلت فهو سوى تستريتش لانه هاي تسوى تستريتش وهي تسوى تستريتش لكن هادي سوى تستريتش تداخلت فيها بس هاي قبلها ما سوى تستريتش فهو يعني اتوقع انه هاي لما سوى تستريتش ما تداخلتش فأما سواها Overlap طيب ممكن إحنا في حالات إنه هذه تكون سطرين صارت وهي سطر زي هون سوا Stretch سوا Shift لما سوا Shift ما تدخل فهي مع إنه هاي سطرين وهي سطر لكن هون لما كانت سطر واحد وهذه سطرين راح تدخلوا في بعض تخبص الدنيا فإذن إحنا هون دايما نحكي له ما نسوي له إياها Overlap دايما نخلي له إياها Always لكن في الوين Overlap لاحظوا مجرد ما عملنا الداخل مع بعض راح سوى Shift راح سوى Shift تلقائيا ما خشف بعض إطلاقا فالوين Overlap بتكون مرات ممتازة وفي الوين مرات بتكون أفضل ولكن في الوين لاحظوا هو سوى Shift بناء على فوقي بس ما سوى Shift على بعديها فلا يفضل إنك تسويها وين Overlap بتصير أفضل إنه ما بيخليات الداخل في بعضيها هذا أسلوب تاني للشفتين فإذن إحنا كنا نشوف الستات شو تسوي والشفت شو تسوي وشو وظيفة كل واحدة فيهم فإن شاء الله شباب بتكون عجبكم الفيديو تنسوناش طبعا من اللايك ومن الشير وتنسوش تشتركوا بقناتنا إذا مش مشتركين وما تنسوا اتفعلوا زر الجرس حتى يصركم إشعارات بآخر فيديوهات نزلناها الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا